اجتماع وزراء البيئة ياسمين فؤاد وزراعة سيد القصير والتنمية هشام أمنة لاستعراض ومناقشة خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والمعروفة بسحابة السوداء وكذلك تحديد مهام ومسؤوليات كافة الجهات المشاركة في المنظومة أشرت وزيرة البيئة في بداية الاجتماع بالنجاح الذي حققته منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال العام الماضي بفضل التكامل والتنسيق المشترك بين جميع الوزرات والجهات المعنية مشيرة إلى أن تلك الجهود سهمت في تحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية وتحويل الأزمة إلى منتج اقتصادي يدر عائدا ماديا بدلا من حرقه مسببا من بعثات ملوسة للهواء مؤكدة على الأهمية الخاصة لجهود منظومة سحابة السوداء هذا العام وهو ما جاء متزامنا مع صدافة مصر لمؤتمر الأطرافي لتغيرات المناخية كوب 27 والمقرر في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم